يبدو أن التعويم أو المرونة التي ينشدها البنك المركزي المصري تأتي بتراجعات مرة أخرى على الجنية المصري. والذي دفعنا للحديث عن هذا الموضوع هو استمرار التراجعات لليوم الثالث له على التوالي أمام الدولار الأمريكي. نعم نتفق أن الدولار الأمريكي على المستوى العالمي أيضا يسجل الارتفاعات. ولكنه أيضا مر باستراحة من جن الأرباح بعد قرار الفائدة. ولكن لماذا وجدنا الجنية المصري يسجل هذه التراجعات اليوم؟ نحن نتحدث عن أدنى مستوى في شهر على حاجز الثمانية وأربعين جنيه. خمسة وستين قرش مقابل الدولار. ورغم هذا التراجع ولكن نجد بأنه في توسيع للخسائر واضح لدينا. نحن طبعا أفضل بكثير من لما كنا عند مستويات الخمسين تقريبا جنيه أمام الدولار. ولكن لا ننسى أبدا أنه كان في عنا أداء متفوق جدا. تقريبا كان على مستويات الخمسة وأربعين جنيه. تقريبا أربعين جنيه وصلنا إلى هذه المستويات. ولكن كان ذلك في شهر يونيو. إذن هذه التراجعات التي وصلها الجنيه. على الرغم أنه خرج من دائرة الخطر التي قد أعادته إلى مستويات متراجعة مقابل الدولار. ولكن يواجه هذا التراجع. نذهب إلى الأسباب التي دفعت بألجنيه إلى التسارع في عملية التراجع أمام الدولار الأمريكي. بداية مع قرار المركزي المصري بأنه سيترك ظروف العرض والطلب في السوق أن تحدد مستوى سعر الصرف أي المرونة في سعر الصرف. أيضا كان على مصر مستحقات سددتها مؤخرا بمقدار مليار ومائتي مليون دولار. وكانت لشركات التنقيب الأجنبية. وتأتي اتباعا لدينا الاستحقاقات التي على الحكومة المصرية تقوم بتخليصها. كانت بالبداية خلصت مجموعة من البضائع في الموانئ. وبالتالي بدأت الآن تخلص ما عليها من سداد لديون أخرى. إذا ما تحدثنا عن تكلفة تأمين ديون مصر. هي عند أدنى مستويتها من ديون. يعني في عنا عام الإيجابي. السي دي اس الحقيقة من بدأت مصر الحقيقة سياسة الإصلاح الاقتصادي. هذا وجدنا يتراجع. وكلما ارتفعت عدد النقاط للسي دي اس. هذا يعني سلبية للاقتصاد. مثلا تركيا نجدها على 17 ألف. بينما الأفضل عالميا هي سويسرا عندها سبعة فقط. لكن مصر طبعا اليوم على 550 نقطة. أذكر نسبة التراجع في السي دي اس مهمة جدا عنها. ممكن في مدى يوم تتراجع وغيرها. على سبيل المثال اليوم بسبب احتقان الوضع والصراع في المنطقة. السي دي اس لإسرائيل مرتفع. يرتفع كنسبة. لأن تكلفة الديون التأمين على الدين في التعثر تكون مرتفعة. ننتقل الآن إلى جانب آخر. وهي تراجع تكلفة تأمين ديون مصر السيادية. ما هي الأسباب وراء ذلك؟. صفقة رأس الحكمة أعطت نوع من الثقة في الاستثمار في الاقتصاد المصري. بضخ قرابة 35 مليار دولار من الإمارات. نتحدث عن شريحة من قرد صندوق النقد بقيمة تصل لـ 820 مليون دولار. كل هذه عوامل إيجابية تدفع بتكلفة السي دي اس أكيد لمصر. أن تتراجع مقارن بدول أخرى ترتفع فيها هذه التكلفة. إذن سنتابع حركة الجناء المصري. وإذا ما كانت فعلا ظروف العرض والطلب هي التي ستحدد مستوياته.